ولكابتن أحمد بلال كابتن محمد يوسف مدير الكورة ومدرب العامل أقول لك أهلا بيك وتحديد السؤال بالخطيب لحضرتك ولكابتن أحمد بلال أهلا بيك أهلا بيك وبمسي طبعا على الكابتن إيهاب وعلى الكابتن أحمد بلال ومنورنا كابتن تحدي جديد نادي الأهل معودنا وعود كل جماهيره أي بطولة أخش فيها رزم كسبها بإذن الله عندكم بطولة عربية عندكم مبارة النجمة اللبناني اه تفرقتوا على الفريق النجمة فريق قوي فعلا سبا مستر كاردرون ألف المؤتمر الصحفي ها طبعا احنا بنحترم أي فريق بنقبله دي طبعا افتتاح البطولة العربية كلنا عارفين بطولة عربية الموسم ده مختلفة عن الموسم اللي فات الموسم اللي فكت دورة مجمعة إنما للمرة دي دوري منزهبوا عودة لمدة 8 شهر هتنتهي في إبريل إن شاء الله نكون في المبرانة النهائية ونفوز بيها زي ما انت قلت كالعادة احنا بنخش أي بطولة بنبقى مركزين إن احنا نفوز بالبطولة وهدفنا هو المركز الأول بس طبعا مش عايزين نتكلم على المراحل المتأخرة لكن احنا بنتكلم دولتي على بداية كل تفكيرنا طبعا هو مباراة بكرا إن شاء الله مع النجمة اللبناني فريق مميز فريق عنده عناصر مميز عنده لعيبة صغيرين في السن طلعوا فرقتين أنا شايف من وجهة نظر فرقتين عندهم تاريخ كبير وعندهم فرق قوي سواء الفيصال السعودي أو حتى الأفريق التونسي فلابد إن احنا نحترمهم بشكل قوي وفي نفس الوقت كمان احنا بنشتغل على لعابتنا ونشتغل على الاستعداد بتاعنا النفسي طبعا مستر كارديرون والجهاز كله بالكامل مركزين اللعيبة كلها مركزة إن شاء الله بكرا تبقى بداية طيبة لبطولة جديدة إن شاء الله نمشي فيها بشكل كويس جدا بنسبة النادي القالي وبتبقى مع البطولة الأفريقية وبطولة الدوري وكاس مص إن شاء الله يعني نبقى مشين فيهم كلهم مع التوازي يعني يمكن من نهاردة أظهروا معلول كلبالي يمكن ما جوش معاكم مستر كارديرون قال أنا عاوز أجرب بكل اللعيبة وعلعب كل اللعيبة مغامرة يا كابتن ولا لا مغامرة محسوة من جاز الفاني لا أولا ما فيش مغامرة ما تيجي تقول مغامرة معناه أن أنت ما فيش اختناع بالموجودين لكن أنا بتكلم على أن أنت النهاردة أمام موضع قائم بتلعب كل تلات يام مباراة عندك مباراة قوية مع الترجي بعدها عندك مباراة قوية مع ودي دجلة بعدها عندك مباراة قوية مع الحرص حدود ثم مباراة أخرى مع كيمبالا سيتي فبتكلم فيه خمس مباريات في الظرف 16 يوم فاللي أنا عايز أقوله لك أن لازم عشان كده النادي الأهلي بيملك ويملك فريق من 27-28 لعب لازم أنت بتعتمد على اللاعبين دي كلها كل طبعا حسب رؤية الجاز الفاني والمدير الفاني فاللي أنا عايز أقوله أن النهاردة لما بتقول مغامرة معناها أن اللي موجودين أقل لا إحنا بنتكلم على أن إحنا بنشتغل بشكل ثابت النهاردة بتريح ناس بتدخل ناس في ناس هتريح في مباراة أخرى واتدخل ناس تانية وهكذا عشان أولا يبقى عندك كل الناس جاهزة دي نقطة النقطة التانية كمان عشان تقدر تحافظ على نفس الرتم اللي أنت بتقدي به لأن طبعا أنك تلعب سبعة و تلتاشر و سبعتاشر و واحد و عشرين و اربعة و عشرين و تمانية و عشرين موضوع في صعوبة فلازم تعتمد هيبقى فيه إصابات طبعا إحنا أهم حاجة عندنا نحن نحافظ على اللعيبة ما يبقاش عندنا إصابات إن شاء الله السلية إن شاء الله يرجع لنا خلال أيام قليلة و إسلام محارب الحمد لله دخل التدريبات الجماعية دي الإصابتين اللي هم قريبين أشياء طبعا عارفين إصابته لكن في النهاية أنا مقتنعين و عندنا صدقة كبيرة جدا في اللعيبة الموجودة اللي هيشتغلوا في هذه المباراة و إن شاء الله يعني يبقى نتيجة إيجابية و نطلع في هذه إن شاء الله كنت عنك موجهات صعبة جدا الفترة المقبلة وما أصعبهم لقاء الترجي فرادس ومباراة قوية بكل المخييس وممكن على صدارة المجموعة شايف هذه الموجهة الصعبة إزاي؟ يعني أنا طبعا باحترم سؤالك وكل حاجة لك أنا كل تركيزي في مباراة نجمة لبناني بكرة إحنا كنادي أهلي دايما بناخد خطوة بخطوة كل تركيزنا دلوقتي في مباراة بكرة بعد ما نخلص مباراة بكرة نبدأ نركز مباراة الترجي عندنا طبعا خلفية عن الترجي بمبارياته بالأربع لقاءات اللي لعبها في دور المجموعات بتاعتنا بالإضافة للقاء اللي لعبها مع التعادس سكندري أكيد بندرسه بشكل قوي ولكن إحنا كل تركيزنا دلوقتي على مباراة النجمة اللبناني بكرة مباراة مش سهلة مباراة قوية شفنا المفاجآت اللي حصلت في البطولة العربية سواء تعادل الاتحاد مع الترجي سواء الزمالك مبارح مع القدسية تعادل يعني فيه لقاءات بصراحة فيها نتائج ما كانتش متوقعة إحنا مش عايزين نقع في المطب ده إحنا عايزين ندي كل مباراة أهميتها كل فرقة احترامها هو دي المفروض اللي يتم إن شاء الله وهو ده اللي احنا نشغلين عليه بإنجهز لعابتنا نكلم معهم في محاضرة كمان شوية مع اللعيبين بكرة في محاضرة تانية مع اللعيبة كل ده عشان نخش المباراة يبقى فيه احترام كامل للمنافس وفيه حذر شديد من البطولة العربية بطولة مش ملهاش يعني عايز أقول جديدة فدايما الحاجة الجديدة لازم يبقى أنت واخد حذرك فيها في كل الجوانب طيب قل لي بقى سواء زهاب الخطيب عاوز يسأل حردك سؤال سواء زهاب حابب تسأل طبعا كابتن النجم الكبير لكابتن محمد يوسف طبعا تحياتي وتحياتي لكابتن أحمد بلال لكابتن محمد يوسف أكيد ضغط المباريات ده يعني عامل يعني بواضح جدا أنه عامل ضغط كبير على نادل أهلي دايما عودنا في مثل هذه المباريات بالتواجد والتحدي كابتن أحمد بلال متوقع بكرة يكون فيه يعني عدد من الوجوه في تشكيلة المباراة ما يكونونش بيشاركوا في فترة رفات بشكل أساسي كابتن طبعا كابتن أحمد بلال والأستاذهاب الخطيب بيحيو حضرتك ويقول لك أستاذهاب الخطيب بيقول لحضرتك طبعا الضغط المباريات الفترة ده تقوي جدا ويعني متوقع لكم بإذن الله تظهروا بشكل متميز غدا كابتن أحمد بلال بيسأل حضرتك أنه مع الضغط المباريات متوقع بكرة يكون فيه وجوه جديدة في تشكيلة اللقاء يعني طبعا أنا مش عايز أقوله وجوه جديدة اللعيبة اللي ممكن تشترك بكرة هي لعيبة لعبة قبل كده في فري النادي القالي ومسيت النادي القالي في بطولات كبيرة كمان وفازت مع النادي القالي في بطولات أفريقيا وبطولات سواء الدورة عام فلأنا عايز أقوله إن مهم جدا إن إحنا هنبقى عندنا ثقة في كل اللعيبة أنا شايف إن إحنا بكرة إن شاء الله هيبقى فيه أداء كويس فيه روح كويسة فزي ما أنت قلت وكابتن بلال وهاب إن كل المباريات عليها الفرق الزمني بين المباريات وبعضها فرق قليل مش كبير فلازم إن أنت تعمل روتيشن في حتة المراكز بتاعتك طبقا طبعا الاستراتيجية حاطتها للجاز الفني نتمنى إن شاء الله إن إحنا نكون موفقين فيها ونتمنى أيضا إن اللاعبين برضو يبقوا موفقين في الفرص اللي بيشتغلوا بيها واللي بيقدوا لكن هو في النهاية أنت عندك قوام النادي الأهلي 27 لعب زي ما قلت في بداية كلامي ده مهم جدا إن إحنا نتعامل مع المجموعة كلها لازم نجهز كل المجموعة على مستوى واحد بحيث إن إنت تلجأ ممكن يقابلك إصابات ممكن يقابلك إيقافات عندنا عشور موقوف ماتش الترجي كل الحاجات دي بتخليك إن إنت تترتب كل الإحتمالات أكيرا كلمة جمهور الأهلي جمهور الأهلي طبعا منتظرينكم بكرة هو زي ما بنقوله جمهور ناد الأهلي دا حماية وفي نفس الوقت أنا يعني سعيد جدا مبارات بكرة ومبارات كمبلا سيتي لأن وطاونشوب رولرز المبارات الأفريقية المبارات اللي بيجي فيها الجمهور إحنا بنبقى شعداء جدا لأن بنحس بجمهور ناد الأهلي معانا في الملعب جنبينا فدي حاجة قوية جدا إحنا شايفين إن الفترة دي بالنسبة لنادي الأهلي الجمهور لازم يساند النادي الأهلي بشكل قوي ودوره كبير جدا ده بالإضافة طبعا لدور ناد الأهلي على عبر تاريخ النادي الأهلي في بطولاته اللي فاز بيها أكيد الجمهور ليه عامل كبير في الفوز بالبطولات وفي شعبات النادي الأهلي وفي مساندة النادي الأهلي في المواقف المختلفة فبتمنى إن شاء الله أنهم يبقوا موجودين بكرة بكسافة كبيرة جدا وبعدادات كبيرة جدا ونتمنى إن شاء الله أن نطلع بالنتيجة جابية ونفرحهم إن شاء الله السيد زهاب الخطيب بس يسألك سؤال أخير فضل السيد زهاب طبعا شريف أكيد النجمة الليبناني عملنا معهم مدخلات وأكدوا لهم شايفين إن هذا الأهلي بشكل كبير شايفين إن قد يكون هناك بعض الغموض من رؤية الجهاز الفني لفريق النجمة لأنه طبعا فريق مش معلوم لنا إزاي هما قدروا يوصلوا الإمكانات الفنية للفريق المنافس سؤال بس حراتك إنه عمل مداخلات كثيرة مع فريق النجمة الليبناني وطبعا بالنسبة لنا كمصريين هو غامض بيقول لحراتك فريق غامض قدرتوا إزاي توصلوا المعلومات وقدرتوا إزاي تتفرجوا على الفريق هو مغير المدير الفني السربي جديد جاي مدير فني السربي لسه من توليهم أول مباراة اليوم هتبقى معنا مع المدير الفني الجديد بالإضافة إن إحنا درسنا جبنا المباراة بتاعتهم جبنا مباراة الأفريقي التونسي جبنا مباراة الفيصال السعودي عندنا شكل كامل بالنسبة للطرية اللي بيلعبوا بيها والأسلوب اللي بيلعبوا فيه سواء دفاعي أو هجومي بيقفلوا إزاي بينطلقوا إزاي في الناحية الهجومية الحاجات دي كلها أكيد إحنا درسنا مش تكلم عنها بالتفصيل لكن كل الحاجات دي أكيد عندنا فكرة يعني مش هنلعب حاجة طبعا هو النجمة الليبناني أو بحكم إن إحنا في أفريقيا وبنحتكش كتير بالفر الأساوية لكن إحنا عندنا فكرة كويسة عنه وإن شاء الله ربنا يوفق بس بكرة خليت السعين دي إن شاء الله شكرا ربنا خليك شكرا 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 شكرا